طفلة قيد خطاها المرض فهي لا تقوى على المشي إلا بمساعدة شقيقتها بسبب عجز كلوي ألم بها سحر هذه الطفلة التي تعيش بنصف كليا ترتجي توفير العلاج لها لترتسم البسمة في وجهها وتعيش أيامها بلا ألم أنا كلياتي تعبانة سويت عملية والشارة وكلية واحدة ساكلية واحدة عندي والكلية بها عجز كيف هي نسبة العجز؟ 50% زينا العلاج الأدوية شون؟ تحتاجين؟ يوالا الأبرة لحدة بمئة دولار نشتري عدكم أمكانية تشترون علاج أو لا؟ لا والله ما عدنا أربع سنوات وسحر تعاني من الفشل الكلوي بعد استئصال أحد كليتيها أصيبت كليتها الثانية بعجز قدره الأطباء 50% فهي تحتاج إلى زراعة كلية جديدة أو استمرارها على العلاج والذي لا يستطيع والديها توفيره والله صحر صار لها أربع سنوات على هاي الحالة قبل أربع سنوات يعني صار سنة سويت لها العملية مالك لي مالتها وهسا كلية الثانية هم تعبانة صار لياني أربع سنوات أجي واروح الدكتور أراجع بها الدكاتور وفي حوصات كل شهر لازم أراجع وفي حوصات أسوي لها وأكو أبرة لازم هاي لازم أشتري لها هاي الأبرة والكل أبرة بمئة دولار أشتريها غالية واني مكانتي موها لقيت وأبوها هل قد ما انقهر وهي شيء سويت جلطة ضربت جلطة دماغية من القهر ما لقد انقهر على حالتنا على حالة بنتي صار بي جلطة ضربت جلطة دماغية وفقد عيونا ثنينات رغم إصابتها بالسرطان ومعاناتها من أزمات قلبية تبقى والدة سحر هي المعيلة الوحيدة بعد إصابة والد سحر بجلطة دماغية أفقدته بصرة سحر ذات الأربعة عشر ربيعا تعاني من عجز كلوي رفعت إحدى كلاها بسبب المرض والثانية تعاني من عجز قدره خمسين بالمئة لذا تناشد الخيرين ولو بتوفير أبسط الأشياء وهو العلاج الذي لا تستطيع أن توفره عائلتها لها سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر